قال مسؤول أمني عراقي يوم أمس لحد إن مجموعتين من المسلحين قد احتهموا محطة ملغاز طبيعي وحقل نفطيا في محافظة كاركوك شمال العراق وقتلوا خمسة عاملين وقال علن تنظيم دولة الإسلامية مسؤوليته عن أحد الهجومين أشار المصدر الأمني إلى أن مجموعة من المسلحين قد اقتحموا محطة للغاز الطبيعي غرب مدينة كاركوك صباح أمس الأحد وقتلوا خمسة عاملين بالرصاص وزرعوا عدة عبوات ناسفة قبل أن تتمكن قوات الأمن من استعادة السيطرة على المنشآت هذا وأضاف المسؤول أن مجموعة أخرى من المسلحين قد هاجموا حقلا نفطيا شمال مدينة كاركوك في نفس اليوم وقتل أحد مهاجمين برصاص قوات الأمن وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم في بيان النسوب نشرته وكالة أعماء التي تعتبر الذراع الإعلامي للتنظيم